اشتركوا في القناة وقال مرزا ان العلاقات بين البلدين تشكل الركيزة الاساسية التي تبنى عليها افاق التعاون بين مختلف القطاعات مضيفا ان لدولة الامارات اسهامات هامة في السبق العالمي للتحول الى الطاقة المستدامة ودورها في بناء الشراكات لاثراء هذا القطاع الواعد والمحوري لتحقيق استدامة التنمية الشاملة من جانبه قال الطاير ان هذا التعاون فرصة فريدة لتبادل الخبرات اقليميا وعالميا في قطاع الاستدامة وكفاءة الطاقة والامارات تتطلع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات العالمية في كفاءة الطاقة والاستدامة لتحقيق الاهداف المشتركة وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتطبيقاتها لتترجم تكامل الجهود بين الدول الشقيقة في كافة المجالات وعملا بالرؤى التنموية الشاملة المشتركة التي وضعتها قيادة البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر